السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مصطلح 12 الفترة اللي فاتت هو مصطلح الجيل الرابع طيب بدلا في جيل الرابع يبقى في جيل ثالث وفي جيل ثاني وفي جيل أول ده منطقي ألف به طيب ايه الفرق بين الجيل الثاني والثالث والأول ايه الفرق بينهم ومين اللي يطلع على المصطلح دوت انا اتكلامي معنا السيدة الأفاضل اللي هم يظهروا في التلفزيون وعادتكلموا على الجيل الرابع وقالوا انه ملوش في كتابه وسمعوه كتير انا دورت عليه في الإنجليز ملاتوش ودورت عليه في الكتب الأكاديمية في سكولر وكده مفيش فالمهم عدت ادور لان بعد فترة هاي موجود كل الباحثين وكل ديكاترة هاي فاتتوا طب اصله ايه؟ يعني انا عايز اعرف تظهر منين وطبعا لازم يكون حاجة معتمدة ما نفعش من على الفيسبوك والتويتا فلاقيت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منازلة تعريب بيها وبيتقولك ان المدن الجديدة هم هم اسمعها بتات اجيال طبقا لتواريخ انشاءها يعني مفيش حاجة يسمعها ان الجيل التالت دوت بيشتغل بالغاز والجيل الرابع بيشتغل بالكهربا ابدا هي فترة تعمل مدن فدول سموهم جيل الاول يعني لو جيه حد عمل مدينة باقل تكنولوجيا ومن غير تكنولوجيا خالص فخلص هيسموها مدن الجيل الخامس تمام؟ ده من موقع المهتمة ده بش موقع المعارضة ولا موقع كذا لا انا بطور على المعلومة فليت هيئة المجتمعات العمرانية بتعرف ان المدن الجيل اول لعشر من النابضان خمشار مايو ستة اكتوبر واستدات بورج العرب والصالحية والدميات الجديدة الجيل الثاني بدر والعبور وبانسوفي الجديدة والمانيا الجديدة والنبرية جديدة وشيخ زي مدن الجيل الثاني شروق الكهرة الجديدة أسيوت الجديدة طيبة أخميم الجيل الرابع هي المدن اللي بتتعامل دلوقتي الجيل الخامس هي المدن اللي هتعمل بعد شوية مفيش اي أبضيتد غير انها تعاملت من سنة كام لسنة كام من فترة كذا لفترة كذا ده لهجوم ولا الدفاع ولا حق خلص بس توضيح للفكرة عشان ماحدش يجي بعد فترة يقول الكتب جيل الرابع وهو الحاجات اللي هنستخدم فيها السمارت سيتي مفيش علاقة بين السمارت سيتي ومدن الجيل الرابع